الليلة حلقتنا عن الآثار السلبية للبطالة أو كظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وبالتالي عند الحديث عن البطالة فممكن نقول أنها معظم الدول العالمية ومعظم الدول في جميع العالم تحدثت عن البطالة وركزت عن البطالة لأنها لها آثار اجتماعية واجتماعية وسياسية سيئة جدا على المجتمع وعلى الأسر وغيره فلما نجي له أهداف الاقتصاد الكلية على سبيل المثال فنجد أن كل الدول تديها أولوية أن المحافظة على معدلات معقولة من البطالة ثم النمو الاقتصادي ومن ثم المحافظة على معدلات مستوى معين من الأزعار هذا نسبة للآثار الاقتصادية للبطالة طيب لما نجي نعرف أو مفهوم البطالة نقصد بها اللي هو تعطل الأفراد عن العمل اللي هم الغادرين عن العمل والأشخاص اللي يبحث عن العمل يعني نحن لما نجي الجهاز المركز الإحصى يحاول يحسب معدلات البطالة في أي دولة فهنا بيقوم بيعمل اكسكلوشنز أو عزل اللي هو أطفال صغار السن دون سن الخمس عشر واللي هو كبار السن الخمسة وستين سنة فأعلى فبالتالي بنحسب اللي هو القوة العامة في الدولة ودي لها أثر سلبي كبير جدا يعني لما نجي نحسب نسبة المشاركة للأعمار فوق الخمس عشر عام أو أقل فنجي إن السودان كدولة نامية يعني بنسبة أكتر من 24% من العمالة في السودان اللي هي من دون سن الخمس عشر وذا دخل الكبير جدا أو يعني ممكن نقول خاصية بيتمتاز بها الدول النامية اللي هي خاصية سلبية جدا اللي بيدل على إنه ضحف الاختصاد بتاع الدولة النامية ومنسم لها أسار سلبية طيب لما نجي مثلا نركز على الأسار السلبية للبطالة أول أسر سلبي اللي هو ارتفاعي بعلي عالة لما نقول ارتفاعي بعلي عالة بمعنى إنه الأشخاص المتعطلين عن العمل ده بيدل على إنه معدلات دخولهم منخفضة وده بيؤدي لي إلى تفقق أسري ومنسم لها تشرد ومنسم لها ارتفاع معدلات الجريمة وغيره زي ما شاهدنا إنه فيه ظواهر سلبية كثيرة في معدلات الجريمة الخطف والنهب والسلب وغيره دي نتاج لشنو نتاج للأسار السلبية للبطالة كذلك نجي للتفقق الأسري يعني نلاحظ إنه في جميع المحاكم نجي نسبة الطلاق مرتفعة ما بين الأسر في المحاكم والإشكاليات الأسرية وغيره فنجي برضو الأسر ما بتقدر يعني ترسل أطفالة وولادة إلى المدارس وجامعات وغيره نسبة اللي إلى يعني ارتفاع معدلات البطالة وممكن نقول أيضا فيه أسار اختصادية فكل ما عندنا في المجتمع أو في الدولة نسبة بتاع البطالة كبيرة ده بيدل على إنه اختصاد الدولة هاش اختصاد الدولة اللي هو فيه إشكاليات عديدة أو تشوهات هيكلية فلا بد أن الدولة توليها اهتمام كبير طيب لبن نرد على التاريخ في غضم الزمان اللي هو في فترة الكسادة العظيم يعني حدثت معدلات بطالة مرتفعة جدا فبالتالي ما كان إلا من الدول الغربية إنها توليها اهتمام كبير من غبل الباحثين الاختصاديين والسياسيين والاجتماعيين ليه لأنها شكلت هاجس كبير يعني تزاملت مشكلة البطالة مع اللي هو إشكاليات أخرى متمثلة فيه انخفاض دخول الأفراد انهيار بعض الشركات وظهور ظاهرة الكساد وغيره فدي أولوه اهتمام كبير ليه لأنه لأهمية البطالة طيب لما نجي نقول مثلا كظاهرة إنه كيف نعالج مشكلة البطالة ففيه نظريات كثيرة تحدثت يعني أولهم كينز كينز اللي هو أبو الاختصاد الكلي فذكر إنه لابد إنه الدولة تتدخل تتدخل بشنه؟ تتدخل مثلا بمسألة إنه الدولة تزيد الإنفاق تزيد الإنفاق على التعليم تزيد الإنفاق على الصحة تدعم البنيات التحتية تدعم اللي هو الصناعات تدعم المنتجيين وغيره فده بيشجع لي شنو؟ الكلام ده نحن كدولة نعمله ده بيشجع لي الإنتاج ومن ثم نحن نشجع لإنتاج بيطلب عمالة كثيرة جدا وبالتالي إحنا من ناخذ عمالة كثيرة في داخل هذه الدولة وبالتالي نكون قللنا من معدلات البطالة في داخل الدولة وقللنا من شنو؟ أحسان